بعد الاتهامات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن والفشل المتكرر للمجلس بإيقاف المجازر في الغوطة الشرقية منحنا تصاعدي للاتهامات بين الطرفين ينتقل من مجلس الأمن إلى وزارة الدفاع الروسية التي اتهمت الولايات المتحدة بحشد قوة بحرية ضاربة لضرب مواقع لنظام الأسد بصواريخ كروز نرى علامات التحضير لضربة محتملة من قبل الولايات المتحدة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر يتم تحميل صواريخ كروز وتحضيرها لتوجيه ضربات ضد الحكومة السورية الأركان الروسية اتهمت أيضا واشنطن بتدريب المسلحين على حد زعمها على أيدي متخصصين أمريكيين لاستخدام السلاح الكيماوي ليكون ذريعة للهجوم الأمريكي وأضافت أن المسلحين جنوب البلاد حصلوا على مواد كيميائية لتصنيع السلاح تحت غطاء المساعدات الإنسانية ولكن اللافت بالتصريحات الروسية تعهدها بالرد إذا استهدفت القوات الروسية مما يطرح تساؤلات عن أن الروس ربما لن يردوا إلا في حال استهداف قواتهم وغير معنيين بالنظام وميليشياته في حال تعرضوا لضربة أمريكية ومع أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأخيرة حذر فيها واشنطن من عواقب وخيمة إذا استخدمت القوة ضد نظام الأسد ردا على تصريحات المندوبة الأمريكية نيكي هيلي والتي هددت بتحرك منفرد إذا فشل مجلس الأمن باتخاذ إجراء بشأن سوريا وهو ما لم يحصل مع التعنت الروسي واستمرار هجوم نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على الغوطة ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 1500 مدني وتشريد الآلاف إلى الآن هذه التصريحات الروسية تأتي بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة إرسال تعزيزات إلى مدينة منبج والجبهات الجنوبية في سوريا كما أن ميليشيات النظام ما زالت تخرق اتفاق وقف التصعيد بالمنطقة الجنوبية والموقع برعاية أمريكية فهل تكون الضربة الأمريكية إن تمت نقطة تحول انتجاه المأساة السورية؟